موسيقى صبري في ايه يا راجلي؟ ايه اللي حصل؟ اما انت يا راجل ما عندكش دعم صحيح يا راجل طميني على البيت بولبولة بس كان اللي عنده ما طمينش ليه؟ راحت في الرجلين؟ رجلين مين بقى بالزبط؟ تحتعمل علي يا ناصح ما تقول وتخلص ما تهمينها انها كانت في شقة هايسم وان هي وصحباتها اللي قتلوه بس الابني بيقول انه موقفهم صعب ما يهدوان يا بقى إيه؟ ببرا الصبح ما هو له اللي عمل الحكاية دي عنده دم وبدل ما يشايل بلويه للناس يشيله هو بالوتو انت برضو اللي في دماغك في دماغك؟ فاكر ان أنا اللي قتلته؟ اللي رب أخير من اللي اشترها مبلوزة انت لا ربيت ولا اشتريت انت مش لايه أي حد تعمل عليه مفتح إلا أنا طيب سيبك من أنا فكري في البيت اللي رايحة حبل المشنقة في حاجة ايا ما عملت قاش الله يحرق دمك يا بعيد زي ما انت حرقت دمي وإيه اللي يحرق دمك يا مبلوزة؟ ما دم بتقولي ما عملت قاش صعبان على يا البيت مش وكليم مع بعض عيش ومالح خش، خش نام انت ما عندكش أي كلمة تملي الريق مساء الخير يا مما مساء النور يا حبيبتي ايه بقى لك شوية كده غاية ما لش ظروفك، خد يا مما ياخد عدود، بس ده كتير قوي ربنا يكرمك يا رب وما يفضحكيش أبدا هروح أجيب اللبس والغسيل وأجيه ماشي موسيقى عفري توما شعرات الالوات حسس بوجوده مش عارف أمسكه خوفي عفري بيقابل الناس ويتكلم معاه ويتخطب يا دكتور مجات، انت يا حكيت الحكاية القديمة دي الحد فاكيت نفسك بكلمتين مع واحدة من صاحباتك أو أي حد تعرفيه خوفي أنا جن انت عشي نعمل كده هفضحي نوحي هو ما هو ما فيش حل لك كده أكيد حد عارف الحكاية القديمة وعارف إن عيش قماتت وبيانتحل شخصيتها بقول لك إيه ما حدش عارف الحكاية دي غير أنا وإنت ولو في حد حكا يبقى أنت مش أنا ومكنت مش بقى بيه ما حد يطب عليك أنا حد جاءت أنا جاءت أنا ما عندش حد أتكلم معه غيرك لما جالي عيسم قلت أكيد هو اللي ورا الحاجات ده إيه وبصراحة شكت إن انت رزقها علي لكن لما اتقتل خلاص ما بقاش عند تفسير ما يمكن أنا اللي قتلك وحن تقتليه ليه ما دام ما أخدش الفلوس لو كانت قتل بعد ما أخد الفلوس كنت تبقى صراحة خلاص يا دكتور الحكاية باينة زي الشمس حياتك بتجر حدة ورا حدة يديني الفلوس بقى خلي الناس هدد بيوم الدين وانشي من هنا قبل ما تقفوا اتنفوخي هتمسوا وتروحي فين واتسابينيهم أنا ما عندش حد أتكلم معه غيرك أنا متأكد إن في حد وبيلعب من مورا الصدارة لحب دام ممكن يدينيه أنا خلاص ما بقتش مستحملة كفاية عليها الزول اللي بشوفه من دوعة ليل ونهار اديني الفلوس بقى خدينا مشي واخور من هنا ادي ايه؟ ما فيش بماغة تجير الفلوس والعناص هسأتره واه أنا مش فاهم إيه العلاقة اللي ممكن تبقى بينك وبين قوات سيدان قاسر كلامك فيه تلميح الخيص وأنا مش هستحمله أنا مش فاهم أنت توقصه ديه يعني قولي اللي إنت عايزه في وشي واجهني أنا ما قلتش حاجة أنا بسألك بس إيه علاقتك بيه إنت إزاي يجي في خيالك تفكر فيه كده أصلا ده إنت آخر واحد كنت ممكن أتخيل اللي يقولي كلام زي ده إيش أنا ما قلتش حاجة أنا بسأل بس إنت مش فاهم سؤالك ده عمل فيه إيه؟ إنت يا قاسر ده إنت الوحيد اللي ما استخبى فيه من الدنيا عشان بعبك بسأل عشان بخاف عليكي بسأل ماشي يا سي وأنا هجاوبك على سؤالك عشان تعرف الحقيقة وتبطل شو الكفاية وتجرحي هيسم ده كان شريك شمس في النايت النايت اللي قابلتني فيه هو أنت مش سبتي النايت كلاب؟ مال ومالك؟ وهو من ساعة ما سبته وهو عمال يطريدني عمال يقولي إنه بيحبني ومش أقدر يعيش من بعدي وعايزني جنبه وبقعد كل شوية صده وبرده مفيش فايدة بيجيلي في كل حتة ويقضي عياطل وبرده مطرده طب ليه البنات بيقولوا إن الخطط تلموته؟ دول أشكال زبالم اللي هو بيشتغل معاهم وأكيد في بينه وبينه وبلاوي سود تليهم هما لقتلوا بيتبلوا علي هقول طب هما بيكرهوكي عاوي جدا ليه؟ أولاً عشان وردتش يبقى زيهم أي بني آدم في الدنيا بيغلط ببعز الناس كلها تغلط زيهم تاني حاجة بقى دول بنات متهددين بحبل المشنقة يعني هيقولوا أي حاجة يفخي لهم عشان يفلطوا منها أنا قلت كده برضو لبابا بس ما صدقنيش وباباك ما قلكش أنا كتفيل لما هيسم ده تقتل قل لي أنا آسف يا عشاء عام لي بقى أسفك دلوقتي آسف بعد ما جرحتني بص أنا كنت طول الوقت بحول أبعد عنكم مش قادرة بس خلاص أنت دلوقتي يديني السبب اللي قدر أبعد بيه عشاء هي مش محتاجة مفهومية عشاء هي اللي قتلت هيسم يا لهوي أبعد كنت قلت لهم كده في الإسم اللي تودي بنت خلتك في داه لا ما قلت لهمش كده بس هي بالعقل كده عشاء كانت شغالة في الشمال مع عيسم اختلفوا سوافق أتلتهم يا وات عيب تقول كده على بنت خلتك عيب إيه؟ بقولك شكلها هي اللي قتلت وما فيش غيرها هي يا بقى ولا مش هي المهم منك هرقت المصيبة دي على خير آه تسدي ده أنا ربنا نجاني والله قالوا أنا كنت عايزة تجوز مالك كان زمنهم قتلوني دلوقتي أنا كده خايف على أختك دعاء دي عايشة في وسطيهم دعاء ملك أهلا وسهلا أهلا الحمد لله على السلامة يا روحي ازايك يا دودو؟ يا طبعي المصحيك لغاية دلوقتي وفي قطي استني ياكي يا حبيبة قلبي كنت قلق أنا عليكي قوي بعد كده لما تحبي تتسحابي من الفيلا وتخرجي بالليل ايه بيقوليلي؟ عشان أغطي عليكي لا مش سي يا حبيبتي أنا مش محتاجة غطة من حد أنا عارفة أنا بعمل إيكو عيس ما ظنش تكوني بتعملي حاجة صحة في وقت متأخر زي ده خلي بالك يا حبيبتي أنت مطلقة يعني العين عليكي أنا محدش يقدر يحطيه عينه عليكي طبعا يا روحي محدش يقدر وحش قوي لون الرجدة ما تبقيش تحطيه عيني مش لايق عليكي تدوم معلش أنا أتعب أنا وعايز أنامي أكيد تعب أنا من المكان اللي كنت فيه مش كده؟ لو تحبي أنا ممكن أصحي مازن وأنقل وطمد ونجيب لك دكتورة عشان نتطمن عليكي كلنا لاي حبيبتي متتابيش نفسك أنا هنام وهبقى كويسة وما نصحكيش تصحي حد ولا تحكي لها أنا عن نفسي مش عايز أحكي لحد ولا هجيب سيرة أنا عايزة حاجة تانية خالص طب يا رد تقولي عشان أنا عايزة أنام عشرة تلاف جنيه آه هي المسألة كده بقى ما تفهميني جا غلط سامك إحنا أخواته لازم نحافظه على بعض والعشرة تلاف دول هيحافظه عليّ ولا عليكي؟ علينا إحنا اللي اتنين أنا هشتري الامتحان اللي أنا عايزاه وإنت هتشتري سكوتي وانا كلما هدخل واخرج بقى هبقى ادفع زيهم بقولك يا دعاء بصحيهم احسن مين اللي قال كده بس؟ اسمعي اعتبريهم تذكرة صهر هتدفعيها وره واحدة بس وبعد كده تخشي وتخرجي زي ما انت عايزة شمس اندقائك يا دودو؟ بسقولك على حاجة هجربك سارت متاخديش على كده عشق بتتنفس كذب مفيش حاجة من اللي قالتها لك صح لليها اهل في اسكندرية ولا هي من اسكندرية اصلا يعني عايش اتلعت بنت دكتور عاصمة بن نور الجراح المعروف؟ هو ده اللي انت سمعته بقولك هربت من اهلها من خمستاشر سنة وكاد بتشتغل في الكبارين اللي انت قابلتها فيه عايز ايه اكتر من كده عشان تشيلها من دماغ انا لازم اسألها في الكلام ده الاول انا ظلمتها مرة وما ينفعش اظلمها تاني هتضحك عليك بكتبة جديدة انا دلوقتي بقيت متأكدة ان هي اللي سرقت الشكات ودتهم لختها ملك حطتهم في شنطة منه ولو هي اللي سرقتهم ما بعيتهمش ليه انت بس اللي بتلوي الحقيقة عشان تطلقايا مش كويسة هو انت ليه مصمم تبقاعمة وما تشوفش الحقيقة عشق بتحبيني وبتكدب علي عشان مش قادرة تقولي الحقيقة انت بس اللي كرة يكليها مخليكي ما تشوفيش انا ما بكرهاش انا بحبك انت وبخاف عليك انت وجودها جنبك خطر المرة اللي فتت ربنا سطرة المرة الجاية هتوديك في ستين ده انا لازم اتجوز عشق جوازي منها هو اللي هيحللها مشاكلها انا بقولك ايه وانت بتقولي ايه بقولك هربانة من اهلها ومتربيها في الشارع تقولك جوزها هتربي ولادك ازاي هتعلمهم ايه مازن صباح الخير صباح النور يا حبيبي ايه النشاط والحلاوة ايه اللي مسحكي بادري او كده انت مش تقعد تفتر تفتر ايه فيش وقت انا براي مليون حاجة لازم اعملها النهارت طب اقعد عشان عايزك في حاجة مهمة مهمة اوي يعني ايه اقعد بقى عشان خطري اعيش يا ستي عشان خطري اخيلي يا حبيبتي في ايه انا عايزك تهتم بدعاء شوية انتو لسه هرائز جدان اواتي مش هبطالي تبتك دي يعني انا قاعد معاك فاكرك عايزاني عشان اكطلع عايزاني عشان دعاء ايه 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 اشتاكتلك من غير ما تشتيك يا مازن باين اوي يعني وعلى طول ما بتقش القاعدة في البيت وزهانة وقوم بتسحى الصبح بتخرج طب يا حبيبتي انا اعمليه ما انا وراعي اذا لازم خلصها قوضي معا انت يا ستي فاهميها الكلمتين دول وعمل ايه حبتين من بتوعك وبعدين ما تخرج وتتفسحوا مع بعض يا مازن هي محتاجة الجزء مش لصاحبة انا حاسة بيها حاضر الستي حاضر انا ان شاء الله هزبط وارتب كده اخدها في السحة بس بعد ما خلص التاضيبات الاول حبيبي لما حدا بيسيب مكانه فاضي ممكن اي حدا تاني يجيب ملايه انت بتقولي ايا ملك انا عايزك تبا مبسوط مش عايزك تكسب العيدة وتخسر مراتك يعني انت شفتي حاجة وسمتي حاجة لا يا مازن انا بس باضربه الجرس عشان تاخد بالك موسيقى ايوه عشام ازاهاك انا الحلحد لله تمام طيب منو مايلك عامل اي معاك ما انا با اتكلم عشاها لا مش تشاهن في التلي فون ام احتاجه قبلك انت جايلي في الذنق صغلي عشام طب بوص انا مش هافظة ابلي نص الليل انت صاران امن نص الليل ايه انا محتاجه اعzed معاقي الرهولي فيه كلام مهم ام احتاجه اقوله لك طيب بقولك إيه؟ ما تقول ملخص كده؟ المشكلة إن الكلام اللي أنا عايزك فيه ما نفعش يتلخص أيو بس أنا شايف مالة كويسة وما نفعش أي حاجة أنت بتحاول تجرجرني في الكلام وأنا مش هتكلم في التليفون لازم نتقابل يا دكتور أنتوا كده يا ابتو عالسها الكترة تحبوا تعملوا من الحبة أوبا فيه إيه بس؟ طيب خلاص خلاص ماشي أجيلك بكرة الساعة 8 بالليل هستمناك بس درولة إيجي كنت مع سلام لا بوط أمي يا الجنب اسمع كلامي ومزلي؟ لا يا حبيبي أنا مش نقصة جميلة أنا بس مش فهمة إنتا إيه إلا خلاك مكروحش العادة النهاردة؟ أما دليل عستي اكتشفت اللي إحنا بقلنا كثير من ومعاكش مع بعض؟ وحشل الكلام وراغي معاك يعني مش كيف؟ تب الحمد رجال نتعرفت إن أنا مضحي علشان فترك وعلشان فتر عيادتك يا زماني دلوقتي أعدى الواحدي مش لأي حاجة عاملها أنا عادي طيب قولك يا ما تيجي معايا العيادة ومتابع الشغل صحيح لا يا حبيبي أعدتي الواحدي أحسن من أعدتي في وسط العمال بطوعة على الأقل بعض أفكر فيك يا بإيه إيه دا إيه دا إنتا؟ هو إنتا بتفكري فيها زي ما أنا بفكر فيها ميسا 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 أنا ضع التلفون هابتك أنت كل الخمس ذي بتكلميني تعرف أنا لو رديت عليك مش عارق فيك شغل نقص عليك في حد يزهر من يتمام حبيبي غير لا يا حبيبي اللي اتمام حاجة والخنقة حاجة داني خالص خنقة؟ أنا خنقة ميزن؟ طبعا خنقة بس عارفة أحلى خنقة في الدنيا عارفة هدي الواحد ما عارف يستقع معنا هذا اضحك عليهم كميتين لا أشكميتين بس طيب دا أنا المعارضة مرتبلي كميت في حاجة داني ايه؟ هتغذينا وراء النهاردة؟ علي بس نقولي لا 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 خليني عاديني هنا سواء لا ما أخذ يبالك من حاجة لو ما كديش بالمزاجي كان هشيلك تشيرني ايه؟ طمت والانكل يبقى عادين في البيض المدخل أنا بقى بعشق لا لا يا مازم علي بس والله العظيم هتنبس يا مازم أستاذ صابري ايه؟ اتفضل أنا عظمك على العشق ايه دا كله؟ قصي بصراحة دبحت كل الفراخ اللي فضلين ليه كده؟ أخسارة؟ لا أخسارة ولا ما كسب أنا بقى كل اللي اتعلمته من أمي واللي اتعلمته منك حطيته بقى في العزومة دي ايه بس دا أكل كتير قوي مش كتير عليك يا بو قيسر مطرح ما يسري يمر تلا ما بتكلميني كويس كده بقى؟ لا ربنا ما يجيب قلع دوق الملوخية وقللي اه ريحتها بايدة انها حلو لا اخد لقمه وقل لا والله فعلا مسكرة تسلم ايدك انا متشكرة أو يا صوري انا متشكرة عليك يا فعلا مسكرة انا مش بتكلم عالملوخية انا بقول لك متشكرة عالعيام اللي فاتت حياتي كلها كانت سوات قبل ما تيجينت على السطح ما فيه اقول ايه انت؟ يا الملعزومة دي بتجرجري رجل بيها ولا ايه؟ لا والله يا صبري انا ما كلمك بجد انا فيه كلمتين برتبهم في دماغي وعيسك تسمعني وانت ساكت عشان ما تلحبطهمش في دماغي ماشي انا مش هتكلم هاقول ومش هتكلم بص يا صبري لما بيبقى فيه واحدة سي دوني انت خلصت واللي تباد فيه تصبح فيه ويهل عليها راجل طيب ومحترم زيك يديها نفس انها تكمل اليومين اللي فضلا لها ويحسسها ان فيه حاجات حلوة كتير وحاجات كتير تبسطها ايو الله وانت برضو اخت عزيزة وصاحبة سنات تانى عليها في الاهم اللي فاتت عارف يا صبري انا قلبي بينشرح لما بشوفك لما ببقى نايمك ووفقوطي واسمعك برا وانت بتكوح ولا بتتنعنع عيني بتروح في النوم وحس بامان انك برا اللي بيبسطك يا امو ابوس ايدك سبنا كمل اللي بيبسطك بيبسطني ولي بيزعلك بيزعني انت بتقول ايه بس انا مش عايزة حاجة منك ولا عايزة حاجة من الدنيا كلها بس لما تبقى تفتكرني اطلب لي الرحمة امو بالوزة امو بالوزة مالك امو بالوزة روح يا صبري روح كلي خلص العكل كله ما تنساش اللي قلت لك علي روح نعم لا شكرا بعمل 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 من رح رح اصناع بعمل كده حلو قوي إبراهيم خد اللي تنون دول على الحكز يروحوا للمستشفى وجولي بعد الحملة مام أفهمت تمام يا فنب العربية جاهزة بالقوة فنب طب يلا مين؟ سعدت الباشا عايز أقول حضرتك على كلمتين مهمين طب تعليلي بكرة الصبح عشان عندي حملة دلوقتي يا مغلوزة مينفعش يا باشا الكلام ده يستنى لبكرة الصبح طب روح لي زابط النبطش مش هينفع يا باشا بوس إيه دك سيئة عليك النبط اسمع عني في إيه يا مغلوزة؟ أنا اللي تبحت هيستميل لباك يا يا السرعة دي؟ أنا فلوسي معايا ممكن الامتحن؟ والكلام ده برضو ينفع نقوله على الباب تخلي جوا على ما يجابلك الامتحان يا يا بنتي ما تبصرش كده انت دلوقتي سيتم التجواز وما ينفعش حد يشوفك وانت يقف على بابي كده وأنا الراجل عازم تفضلي طب هات الامتحان بسرعة وأنا مستعجلة جدا انت تقول عمرك مستعجلة بس قوليلي صحيح بابا الجواز تلحل لا نكشة دعوة اخلص وهات الامتحان بقى ساز المصطة خالص يا يا ميزن ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ انا كوهيسل عند ماما اه لا انا مرضيتش صحيح بقى لقيتك نايم نصة ساعة و هجيلك يا حبيبي ان شاء الله اصلا قاريتلي انها تعبانة فقلت هجيلها غلطول لا تيجي فين؟ دي تلعت اصلا بتهزر ماشي ماشي حبيبي ايه سلامة سلامة هتخرص تجيب الامتحان ولا اخد فلوسي وامشي؟ فلوس ايه اللي تاخدها وتمشي؟ طيلي كده امتحنة اوه فلوسك ايه؟ اقولك ايه؟ اعزيني المرة الجاية تبقى اطول شوية مش هيبقى فيه مرة جاية اصلا ماذا؟ ماذا ما تفهميش غلط؟ انا عند الدكتور بيتاهي وليه كنت باخد متحان؟ انت موصلي كده ليه؟ ماذا اسمعني اماذا ديني مرسك؟ ماذا؟ 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 يا باشا وجاي اعترف وليلي عشان أعرف أساعدك اتفقتي مع أبو البولة وعزة أنهم يخدره لك ولا لي صالح بيهم خالص والبخت الحلو أن أنا دخلت عليه لقيته ضاير دخلت إزاي؟ من الحيطة يعني؟ كنت وقفة مستدنية يا عزة لحد ما البلد نسلت أما أنت نفسي محدش طالع ولا نسل أحب نفسي المترجم للقناة 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 يا ملك اللي عملت فيها كده استهلت الفرصة لحده ما جاتلعش انتفضحني وملك عارفت منينا انتي راح المشوار ده انا عارفة بقى تلاقيها كانت مراقباني وانا زال حبيطة ماخدتش بالي لو تفاهميني ايه الحكاية بس افاهمك ايه بس بقولك ما زل هيطلعني يا ماما ما زل هيطلعني يا لهوي ماما بنت طب مش كنت تسمع لها ممكن عندها حاجة تقولها لا لو وفت ما كنتش هتكلم انا مش هتعشي ما عمتش مصيبة معني كلاسي ما عمو مصيبة كلاسي طب مش يمكن تكون راحت لسبب تاني غير الفيدماتك ايه تلعب بلاي ستيشن ها بلاش نسف زيزة ملك ايو صح ومفيش اي سبب يخليها تروح لواحد شاقته بصراره حتى لو كان في سبب تاني ما تقابله في اي حتة ياه ايه كافية كتروح له شاقته وبالليل انا انا مش عارفة اقولك لي بصراحة مش عارفة انا السبب انها راحت للكلب لا يا مازل لا ما تلومش نفسك اتا معملتش حاجة غلط انت كنت مشغول في عياتك ومستقبلك هو ايه اي واحدة جوزة هيتشغل عنها شوية تعمل كده تخلوا انا السبب حشان ما بفهمش ما شفتهم واقفين مع بعض كزا مرة في الجامعة انا اللي مغفل لأ ما تقولش عنا نفسك عشان خطري انت حبتها وقول لي بيحبه وعمر ما يجي في بالي والخيان انا زعلان عشان حبتها ليه تعمل فيها جدا ليه؟ ما تستاهلش يا حبيبي ما تستاهلش نقطة واحدة من دماؤك الغلية دي ولكن كان زماني لابس العمه لغاية دلوقتي كان زماني واخده على قفايا ياريتني ما كنت نبهتك ياريتني على قل ما كنتش شوفك في المنظر ليه انت في دلوقتي ده بقى كويس او انك عملتي كده الحمد لله ان ده حصل قبل ما يبقى فيه أولاد الحمد لله يا حبيبي انها جاد على قد كده الحمد لله يا حبيبي انها جاد على قد كده الحمد لله يوه انا حر انت ليه مصر تغرق نفسك عشق دي مصيبة كل كلام اكتلع غلط ومفيش إثبات واحد عليه انا كنت باش مع كلمة زمان وبيأثر فيه بس دلوقتي خلاص ما بقيتش اتأثر بيه يا أولاد صلوا عنا بالمهال الله فيه يا فريد اسر عند حق عشق بنت كويسة بس ظروفها يالي وحش حتى انت كمان يا بابا مش قادر تفرق بين البني هذا من الكويس والوحش هي دي فريد يا بابا لو ما اتفقتش مع كلامها تطلع ما بتفهمش انا ما قلتش كده على بابا ومش عشان تكسب بابا فصفك تبقى اوضع الاختي بيه وكمان نظرية المؤامرة اسحى يا فريد عشق طلعت من تناسكو هيسين والدكتور عاصمة ابو النور طلع من اهم دكاترة التجميل في مصر خلاص يا قاسر انت حر انت زعلت مني يا بابا لا يا حبيبتي انا اعرف انك ما تقصدش انا اسفى يا بابا بس طريقة قاسر هي اللي خلتني اقول كلام ما قصدوش خلاص يا فريد ما حصلش حاجة روح اخطوبها يا قاسر بس بكرة تندم فريدة اخوك ما باش صغير من حققه يختار اللي هو عايزة زي ما انت بس ظبط بتختار اللي انت عايزة فينك يا عم صبري من زمان تنصفني من منتك دي يا حبيبي سهاتها انينا بتخدعنا ونفتكر انينا شايفين صح والحقيقة انينا شايفين حاجات بيها يأهلنا الشطان ماما اللي انا شوفته سهل وبسيط ومش محتاج اي تفسير بتحقوليش تتحكي علي عشان هي بن تخطئ لو فاكر انها تهمني اكتر منك تبقى غلطان يا حبيبي انا بتكلم عشان هي كنت طب هي قاعدت مع الراجل ده في شقيته قد دي هقلي خمس دقيق فيه واحدة تقعد مع راجل في شقيته خمس دقيق طب ازاي يا ماما انا بقولك كلمتها فخفت وخرجت ومتهمش يدغل وانت قاعد معها في البيت طب انت بتخلق كل يوم وبترجع مص الليل لا يا حبيبتي ما قول بينا ما بعت لها مسج ما عرفتش تتأخر عليه قريت الرسالة مش محتاجة يا روحة بقولك شفتها عنده في الشق يا ماما دي كدمت عليها وقالتلي انها عند ضمامتها لو اللي بتقولوا صح بقعتولي اروح لهم ليه لو في حاجة غلط اعافة بكان السكنة تقدمت عليها وخناص دي اختي هنا عرفها ايما هما فاكرين ان هما يعرفوا اشتغلوك بكلمتين عشان تأثري في اي انا خناص يا مازل انا هروح واسمع واللي هيقولوه هقولهولك وانت حر بقى المدام حامل لا يا دكتور دي مش المدام دي اختي هي مش متجاوزة لا يا خويا متجاوزة احنا بناتنا متربيين بس هتتطلق لا حاول اللقات إلا بالله عموما المفروض انها ترتاح في السرير ومتعرضش لأي انفعال وانا هكتب لها على شوية ادوية وفيتامينات بتاخدها بانتظام يا ملت بغت كدو هاي يا بنتي شعر ففرع ولا عي مساء الخير مساء الخير مساء الخير مساء الخير دكتور عاصم موجود؟ ما عوزوا لي يا ابني دلوقتي مش انو حضوه خلص على خير والحمد لله ايه اللي بزموه بقى دلوقتي الدكتور عاصم يا عم راضي انا جاي للدكتور عاصم ومعندهاش خبرة ولسبب المشكلة اللي هي وقعت فيها لكن لا لها في اللوع ولا في الشر واذا كنت لسه زعلانة المستعدة بوص راسك ممكن تسمعني انا مش جاي بخصوص الانسة منها انا عايزي الدكتور عاصم في موضوع شخصي موضوع شخصي؟ يعني بالامانة ما انتش عايزه عشان تشتكيله انا عايزه في موضوع تاني خالص انت ما تفضل اتفضلوا ارتاح وانا حديله خبر ده والد مننا اللي كانت شغالها معايا في المكتب اه ما انا فهمتي من الكلام كده ودول ايه اللي جابهم عينا دول؟ ما عرفش بس يأكيد مش جاينا عشان منها بس ايه؟ دول ايه؟ بقول يا رب يا سيدة يا رب تفتكروا دول من هم مالي الدكتور عاصم ماشي عرفني بس يا رادي؟ هو حلفلي انه مش جاي يشتكي البنت بس ايه اللي لم الشام على المغرب؟ فيه يا رادي انت هتعطي الساير معايا اطلع بلغ الدكتور على الملمع بلوم حاجة يشربوه؟ ها هو انت عشان ربنا ادعك وتوم تفتره على الناس؟ انت تحبسي لولا وابلك يعمل في بنتي كده؟ يا عفاف لولا كانت هتبقى سفق ان يدخل السجن توم تحبسيها حرام عليك ليه اللي افترها ده؟ خلاص يا جماعة سيبكم مشكلة لولا دلوقتي البنت اتحبست ولا حصل حصل عايزين بقى نشوف الكارسة بتاع الدعاء على بنتي متربيه ولا يمكن تغرط أبداً مازل معزور يا عفاف لما بنتك تقوم من سريرها وتروح لشقة راجل عزب من ورا جوزها هيقول ليه؟ يقولي ان اراحة تجيب الامتحان مش يفكر ان اراحة في حاجة وحشة وهي يعني لو راحة تجيب الامتحان توقع مش راحة في حاجة وحشة ما هو غلط؟ اسكوت انت انت عايزين ندفع عنها وخلاص غلط اسكوت انت اواد ضهاء حامل يا ليلة واللي حامل ومازن كانها يضيعها هي واللي بطناها ضهاء حامل انا ممكن ابقوصت خير بينك وبينها انا اواصلي ليه دلال عليك؟ واضح انك مش فاهم كلامي عوصة صبري بنتي عيش اتهت من خمستاشر سنة ومفيش بيني وبينها اي مشكلة قدام ما راجعيش لحضرتك بعكيد كان فيه مشكلة على الاقل من نحيتها وإلا كانت قدرت توصل لحضرتك زي ما احنا قدرنا نوصلك ولا انا كلامي فيه غلط امش فاهم اي حاجة ممكن مثلا حضرتك تكون شخط فيها قلت لها كلمة زي عاليتها خايفة ترجع البيت لحضرتك تحبيسها وعشان كده مرجعتش يا استاذ انا فاهم اللي انت بتقولك واسأو بس مش فاهم اللي بيحصل تلوقتي بنتي عيش اتهت من خمستاشر سنة وابن حضرتك جاي عشان يخطبها وانا ما اعرفش عنها اي حاجة اعمل ايه؟ لا اقدر اوافق ولا ارفض إلا لما تشوفها احنا مش جايين طلبين من حضرتك رد كل الموضوع ان احنا بنحكي لك الحكاية مش اكتر من كده وسبق قبل كده انا وعشق كنا هنتجاوز فعلا بس حصلت لها ظروف واعتقد يعني ان الظروف دي اتلغت بوجود حضرتك ظروف ايه؟ بقولك ما عرفش حاجة عنها لازم اشوفها الاول وبعدين نتكلب انا حشر على حضرتك يا دكتور الحكاية حسب فهم المتواضع لها ان الانيسة عيشق لما تهت من حضرتك لقوها ناس من اسكندرية عاشت معهم بعد فترة حبوا يغصبوها انها تتجاوز واحد هي مش عايزة فهي البيت ويا دلوقتي خايفة منه كل الحوادد دي ملهاش اي ايه مع انتي انا كل اللي يهمني دلوقتي اشوف بنتي وبعد كده نتكلم فأي حاجة هم باسر انا يبطيق لي ان الدكتور عنده حق احنا لازم نمشي في الحكاية خطوة خطوة الاول نقابل عيش وولدها وبعد كده اللي في الخير يعملوا ربنا انتو اتعرفوا مكانها او رقم تليفونها؟ للأسف ما نعرفش مكانها بس انا معاه رقم تليفونها ادهولي لا سمحت تحت عمرك طبعا بس هستأذنك يعني اكلمها الاول اشوف رد فعليها بعد كده حضرتك تتكلمها تفضل استنى يا اسر تتكلماش دلوقتي استنى ليه؟ ما تسيبوا يتكلمها؟ انا ليه يا راقي بعد اذن ساعتك احنا الاول نخلي اسر يوعد معاها ويحكي لها الحكاية عشان نعرف رد فعليها وإلا ممكن تختافي تاني وما نعرفش نوصلها وانا بقى اعملين لغاية ما دا يحصل هافضل مستنى؟ اديني رقمة الفلس محط فاضر بس هستأذنك ما تكلمهاش لغاية ما تكلمها واربعات دكتور عاصم الحكاية دي محتاجة شوية صبر وشوية عقل وان شاء الله الفرحة تبقى فرحتين فرحة رجوعها وفرحة جوزها